أشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة العلاقات التاريخية بين نصر والأردن وما يجمع البلدين والشعبين من روابط أخوة وموادة ومصير مشترك وتوافق في الرؤى والمواقف في ظل التحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية بقصر الاتحادية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته للعاهل الأردنية الملكة عبد الله الثاني بن الحسين من جنبه أعرض ولي العهد الأردنية عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر لتعامل مع مختلف الأزمات بالمنطقة مشيدا بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية وبجهودها لتعزيز التضامن العربي وأضف المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي فضلا عن مناقشة قضايا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وقد أشهد الرئيس السيسي في هذا الإطار بمشاركة ولي العهد الأردني في عدة دورات سابقة من منتدى شباب العالم مؤكدا حرص مصر على تعزيز هذا المحفل الهام لما يتيحه من فرصة أمام الشباب المصري للحوار والاطلاع على ما تقوم به الدولة من مشروعات كبرى وما تنفذ من برامج وطنية فضلا عن التفاعل مع الشباب العربية والأجنبي وتبادل الأفكار وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية أكد الجانبان أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية لتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة خاصة في ليبيا وسوريا وذلك في إطار من احترام سيادتها ووحدتها وبهدف إنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها الشقيقة